الموطيع لتعرف ما حال في عمره في الهونيفو كم العام كم يبلغ الحارس يوسف الموطيع في المستوى العالي كم يبلغه من العمر في المستوى العالي عام نحيد لها مثلا لك تجربة الطاس ومع شباب المحمدية مع كل احترام لأنه لم تكن فيها منافسات دولية كانت منافسات محلية إلى غير ذلك أتبعي معالا بليسور تغنوتي تخلتي لوبين كنت مزيد بقيت غادية مع المنافسات إلى موقع ما يحسب عام موقتها لا يشعر علي الزروطة لا يمكنك التدراج بشوية بشوية وعلى كان في المنتخبات وعلى فئات الصغرى وعلى فرصة التي تعطيها الكثير من الدراج هذا لا نزلوش الحارس الجيش صغر منه ووقف عليه الحارس الجيش المهدي بن عبيد لا تكون قارن لها الحارس الجيش المهدي بن عبيد لا يوجد نفس المنطقة لا يوجد نفس المصار الذي كان فيه بجوجه المهدي بن عبيد تربى وترعرع مع الفتح لأنه كان والد الرجل يتم في الفئات الصغرى وطلع الليكي برومير هو صغير زائد أنه ترعرع في المنتخبات الصغرى لا يوجد نفس المنطقة كان سعيد بادو كان واحد العداد من المدربين الحراس والذي يشرفونه على المهدي بن عبيد وليهدفه كان لديه برومير كان لديه بجوجه وكان لديه بجوجه وكان لديه 99 وعنده 25 سنة ونرى ما حاله يلعب نفس المنطقة هذا الشيء لا تتوفر المطيع لا تتوفر عدد الحراس لذلك أنا مطيع الشيء مطيع من المنطقة الذي يلعبه في الهونيفو ناسيونال يلعب فارق أكبر ويجب أن يكون فساة إفريقية ويجب أن تتعلم المنتخب مرة 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 بالنسبة لي محليا هذا هو الهونيفو وقال له الله يحملك الوالدين بعد ذلك كملت وخرجت تساؤل ما يسؤل على ريدات تاغنوتي وقال له ريدات تاغنوتي الحارس الرسمي للويداد والمنتخب الوطني في الحارس تالي باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي تابونوا معنا فلتان يوتيوب وفعلوا الجرس ترجمة نانسي قنقر